نروح للصحف السنغالية اللي كلمت ورصدت طبعا فوز منتخب مصر على منتخب السنغال ويو سبورت قالت في عنوانها مصر تنتقم من بطل إفريقيا ووضعت حدا لسلسلة الأسود التي لم تهزم في المباراة الرسمية منذ فبراير 2019 وده طبعا قبل المباراة العودة في السنغال صحيفة لسولاي قالت انه مصر فازت بأصغر نتيجة هدف واحد مقابل صفر على السنغال بهدف في مرماهم سجلوا ساليو سي سي في ادياء الرابعة من الشوط الأول وجاء الهدف بعد تزديدة من الجبهة اليسرى لمحمد صلاح جات في العرضة قبل ان ترتد من جديد صحيفة سيد كوتي ديا قالت انه زهاب قطر 2022 مصر تلعب الذهاب والفرعنة تنتقب من سود التيرانجة تعرض فريق اليو سي سي للهزيمة أمام مصر بنتيجة واحد سفر في مباراة زهاب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وهكذا سقط بطل إفريقيا في كأس الأمم 2021 بالكاميرون أمام الفريق الذي هزموا بركلات الترجيح في 6 فبراير